الحقيقة احنا تعودنا هنا نتكلم بما يرد الله وكل حضراتكم اعتقد خلاص الحمد لله حفظته الحكاية دي جت على الاهلي جت على الزبالك على الاسماعيل وما قصدش بكلمة على يعني لا ده قصد يعني تعلق الامر بيه واحيانا لما بنتكلم بنتمنى ان تكون هناك اذان صاغية تسمعنا لانه احنا ما بنتكلم بنتكلم للصالح العام ما عندناش اي غرض على الاطلاق على الاطلاق بنتكلم في امر ما ما ينفعش تؤول هذا الكلام انه متحدة ضد الاهلي او ضد الزمالك او ضد لا خالص والله تلاتة ما عندنا ابدا هذه الاجندة ولا نعرفها على الاطلاق برونو سافيو الناردة رسمية النادي الاعلي اعلن رحيله وهيرجع النادي بتاعه وبرونو سافيو النادي الاهلي كان جابه بمليون وخمسمائة الف دولار تفاصيل المالية طبعا بيقول انه هو عقده تمنمية اخد منهم تمنمية او مش اعلم ايه تفاصيل المالية دي مش عندي يعني مش ده موضوعنا خالص لانه دي كلها امور جوه النادي صعب ان انت تعرفها بالزبط لكن من المؤكد بالمنطق ان انت لو جبت واحد ودفعت فيه مبلغ كبير ولم يثبت جدارة ووجود طبيعي اللي هياخده هيبعارف لواخد بضاعة لم تثبت نفسها ده يعني زي ما بقوله بضاعة اتلفها الهوى يعني وانا بحترم جدا مارس الكولر لانه في بعض المدربين يجي لهم توجيه من ادارة النادي لعب فلال احسن الجماهير هتاكلنا لعبه عشان خطر احنا دفعين في فلوس لا الكوتش المحترم اللي بيحترم نفسه وعمله بيدور فقط لا غير على مصلحة الفريق مصلحة الفريق مع فلان او علان او ترتان لكن مالوش دخل اطلاقا بالامور الكميرشال الامور الاقتصادية دي هو لا دخل له بيه ومارس الكولر نموذج اثبت ان هو نموذج للمدرب المحترف نارضا بينهي خلاص بياخد الدوري العام ما شاء الله بنقاط عظيمة جدا وقرب طبعا لكن انا بقول ان هو بطل الدوري واخد الكاس مصر اللي فاتت واخد ما شاء الله دوري ابطال افريقيا من فم الاسد بين الوداد هناك في المغرب واخد اتنين سوبر يعني كل البطلات اللي لعبها اخد اذا هذا رجل محترف ولا حد يفرد عليه كلامي ده كله ليه لانه احنا اكدنا الاهلي اعلن خلاص رحيل برونوسافي انا قلت ده ان هو راجع لبوليفار البوليفي ده اللي هو النادي بتاعه الاصل يعني لانه كمان النادي البوليفي ده اعلن امباره على صفحته الرسمية عودة برونوسافي تمام وعلى فكرة هذا النادي البوليفي كان اخده من النادي اللي قبله بلوشة تسمعه ده ده الوقت انا في حينه في حينه قلت عشان الناس تبقى عارفة هذا اللاعب ايه؟ لازم نقول تاريخه علشان برضو ادارة التعقدات في النادي واللجنة المسؤولة عن التعقدات لازم تتحرى الامر اذا احنا كاعلام وصلنا لهذا الامر لازم يكون وصلوك انتو قابلينا وبالتالي اتدفع الفلوس في مكانها لكن ماينفعش هذا البرونو ده ييجي سانة بحالها يشترك دقائق في طوال الموسم ده ماينفعش قلنا كلام ده في سبتمبر اللي فات هسأذنكم وتسمعوا مني انا قلت ايه للي ما تفرجش عليا او تفرج ونسي انا قلت ايه وساعتها بعد ما قلت ده اتهجمت هجوم ما بعده هجوم لكن الايام بتثبت بفضل الله بفضل الله ان احنا بنشتغل لمصلحة مصر وبنشتغل لمصلحة الكرة المصرية والاندية عمرنا ابدا 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 ما يكون لنا اي دول لا سمح الله مناهد لنا دي هذا دور استكشافي احنا بنقدمه احنا بنولع بطارية بنولع نور اخدت بهذا النور اخدت ما اخدش انت حر خسرت بقى في شغلان دي كام الله اعلم لكن انا هوريكو احنا قلنا ايه في حين يال هذا اللاعب البرازيلي برونو سافيو اللي عنده 28 سنة حجم انتقالاته ايه في اخر سمع مواسم اخر سبع مواسم اتنقل كم مرة تخيلوا هذا اللاعب انتقل 16 مرة في اخر سبع سنوات ولعب لعشر اندية في اخر سبع سنوات دي نقطة انا لازم وهقولكو دلوقات الاندية مش هنتكلم كلام كده في المطلق يعني وده الامر اللي كان لابد يلفت نظر ادارة النادي الاهلي طبعا وادارة الاعلام الاعلام بشكل عام يعني يعني لم يتحدث احد عن حجم هذه الانتقالات الغريب والعجيب يعني هل احنا سمعنا عن لاعب ينتقل 16 مرة ما بين اندية في سبع سنوات يعني طقف السنة عليه بناديين ونص بالحساب كده ماهو سبع سنين و 16 مرة 7 على 16 فيها اتنين وحتة يعني في الموسم الواحد يلعب لناديين وحتة لابد ان يكون هولاك تساؤل ليه هل لعدم الكفاءة فالاندية بتتخلص منه هل هناك اصابات فالاندية بتتخلص منه هل هو لعب مشاغب فالاندية بتتخلص منه ولا هو لسوق اطالع وحظه كده ماانا لازم اعرض كل الاحتمالات وحضراتكو تشوفوا ده وفي النهاية هذا الامر احنا بنعرضه من واجبنا ان احنا نعرضه ومن حق الجماهير ان تعلم وانا مش هقول او مش هدي سبب انا ما عنديش سبب اقدر اقوله خالص لكن انا من حقي انا اتعجب انه لاعب ينتقل ستاشر انتقال في سبع سنوات هذا امر اكيد متير للعجب هوريكو على الشاشة وهقرلكو الاندية اللي تحرك فيها هذا اللاعب ده فيه اندية اعت فيها ثلاث شهور فيه اندية اعت فيها برونو صافيو ثلاث شهور وفيه اندية اعت فيها ستة شهور وعلى فكرة الانتقال الاخير بتاعه ده النادي اللي قبل الاخير اخدوا ببلاش يعني النادي اللي هو الاهلي اخدوا منه الو بوليفار ده يعني بوليفار ده اخدوا من نادي اللي قبله بلوشي وطبعا كلنا عارفين باتباع بمليون وربماية وتمانين الف دولار حسب المعلق يعني وريني يا سيدي انتقالات برونو سافيو عشان برضو الجمهورية بقى عرف بص يا سيدي مايو 2017 انتقل من نادي امريكا البرازيلي اعارة لنادي كيوبا البرازيلي لمدة ستة شهور ده امتى بقى في مايو 2017 في اول يناير يعني بعد ستة شهور مباشرة رجع لنادي امريكا باعوا لنادي في اول يناير 2018 رجع لامريكا باعوا لنادي اسمه برانجتينو البرازيلي تخيلوا قعد ثلاث شهور في ابريل يعني بتكلم ايه يناير فبراير مارس اول ابريل مش يعني بعد تسعين يوم باعوا بقى برانجتينو ده رجعوا لنادي امريكا مرة تانية قال لهم يعني ده بضاعتكم ردت اليكم كويس نادي امريكا ده اعاروا يوم 24 ابريل يعني بعد 24 يوم تقريبا 2018 لفريق اسمه كيوبا البرازيل ده في شهر ايه ابريل اواخر ابريل 24 في اكتوبر يعني بعد ست شهور تقريبا او خمس شهور رجع مرة تانية لامريكا او مرة تالتة بقى لامريكا حاج غريبة وبعدين في 31 يناير 2019 رجع تاني نادي امريكا باعه قال له بقى ايه ما شوفكش تاني لنادي اسمه لوليتانو البرتغال ده في ايه في 31 يناير في 1 فبراير يعني بعد شهر بعد بعد 14 ساعة يعني هو في 31 يناير اتباع لنادي لوليتانو البرتغال 1 فبراير يعني بعد 14 ساعة نادي لوليتانو ده اعاره لنادي اسمه استرا الكرواتي ده في فبراير بعد 5 6 شهور في 3 يوليو تحديدا 2019 انتهت الاعارة الفريق استرا فرجع لنادي لوليتانو ما جددوش اعارة ولا طلبوا اي حاج فاعاروه مرة تانية لنادي اسمه افاي البرازيل في 15 يوليو 2019 لمدة 6 شهور ده الكلام ده في ايه في يوليا 15 يناير يعني بعد 6 شهور اعاروا نادي لوليتانو لفريق جوراني البرازيل ده في شهر يناير قاعد معاه تقريبا سنة واقل شوي لانه في نوفمبر 2020 اشترى جوراني نهائيا اللي هو كان واخده اعارة من لوليتانو استمر معاه سنة كاملة بعد السنة دي نادي جوراني سابه بلا مقابل لنادي مين لنادي بوليفار البوليفي في 1 يناير 22 ده اذا نادي نادي بوليفار ده اخده بلوش اللي هو بوليفار في 10 سبتمبر 2022 النادي الاهالي اشترى من بوليفار يعني بعد 8-9 شهور اشترى النادي الاهالي مقابل مليون ونصف المليون يورو من او دولار انا قاسر من بوليفار ده موضوع خاص ب طبعا اللاعب رونو سافيو واحد يقول لي انا طبعا عشان يبقى مفهوم انا بقول ليه ده لازم ادارة التعاقدات في الاندي بشكل عام اهلي بقى زمالك اسماعيل معه اي حد اي حد لما يستدعي لاعب ويشتريه ويدفع فيه فلوس لازم اول حاجة يشوف الهايستوري بتاعه التاريخ بتاعه لعب ده لعب فين وفين وفين وعمل ايه وإيه لما لاعب ينتقل كل هذه انتقالات في هذه الفترة الزمنية القصيرة جدا اذا ده عليه عليه علامات استفهام بالاضافة ان هو لم يقدم اي مردود فني حقيقي على رضية ملعب بدليل ان هذا الرجل الخبير مارسل كولر استبعده من حساباته تماما فانا بزيع ده هي رسالة لادارة التعاقدات في الاندي كلها انه ما اتكلمت قبل كده على المهاجم بتاع ناتزا مالك اللي انا حتى من كتر مام بلعبش اه اكنيولا ده ولا اسمه ايه ده لعيب برضو على قده سامسون ده ده لعيب على قده جدا جدا ازاي ادارة التعاقدات في الاندي زمال تجيب لعيب بهذا الحاج في لعيبة ما بتيجي ما بتنسجمش بسرعة انا فاهم ده كويس اوي لكن بيبان امكانيات اللاعب الفردية بيبان شكله على ارضية الملعب يعني لما ديجي نتكلم على واحد زي بيرسي تاو ولا تقدر تفتح بقك ما تتكلم على اليو ديانج ولا تقدر تقول حاجة لما تتكلم قبل كده مثلا على فرجاني ساسي ولا على بن شرقي ولا حد من اللاعب الجامدة دي كلها وحتى المسلوس النهاردة ما شاء الله بقى حاجة عالية جدا ولا تقدر تفتح بقك لك بتيجي تتكلم على بعض بقى اللاعبة بالاسم وانتوا كلكوا عارفينها لأ هنا علامة استفهام ونقط ده من جانبنا كإعلام هي رسالة لإدارة التعاقدات ما فيش حاجة هتعدي كده الجمهور له الحق في المعرفة ولما يبقى فيه لاعب زي هذا السافيو هذا هو السافي بتاعه لو انتوا ما تعرفوش فده أمر صعب جدا واذا كنتوا تعرفوا وجبتوا فهذا أمر أصعب بكتير هذا هو الأمر طيب شكرا